فقط تذكر فقط بالعواجل حيث تفيد هيئة البثة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس هيئة البثة الإسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة القنصل الإيراني في دمشق واستهدف محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس وحتى المرسد السوري لحق الإنسان يفيد بارتفاع عدد القتلى من ستة إلى ثمانية قتلى في هذه العملية الإسرائيلية ضد مبنى إقامة السفير الإيراني قرب السفارة الإيرانية بدمشق ومقتل ستة أشخاص هناك دكتور عماد لو تعلق على هذا الخبر الذي تريده هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس ما الذي يمكن أن نتحدث حوله الآن؟ نعم عملين من أعتراف واضح ورسمي من قبل إسرائيل بأنها استهدفت مقاراً دبلوماسياً القنصلية الإيرانية ومنزل السفير الإيراني هم مقارات دبلوماسية حسب جميع القوانين الدولية هم محميون من قبل القوانين الدولية وقيام إسرائيل بهذا الهجوم عملياً هو تخطي لجميع القوانين الدبلوماسية واعتراف إسرائيل بهذا الموضوع يعني أنه إذا لم تقم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخطوات اللازمة لمعاقبة إسرائيل على هذا التصرف إيران يجب عليها أن تقوم بالرد بالمثل ويحق لها أن تقوم بالرد بالمثل وأن تستهدف المقارات الدبلوماسية الإسرائيلية أينما وجدت وهنا لربما العديد من دول العالم يجب أن يعلموا أن المقارات الدبلوماسية الإسرائيلية باتت أهدافاً مشروعاً لإيران يعني عملياً سوريا هي دولة مستقلة عضوة في الأمم المتحدة تعدت إسرائيل على الأراضي السورية وإضافة إلى ذلك تعدت على مبنى دبلوماسي واستهدفت مبنى دبلوماسي بشكل رسمي بشكل علني وهذا بحد ذاته يكفي لإدانة إسرائيل ومعقبة إسرائيل ولكن إسرائيل تقول أننا لم نستهدف القنصل الإيراني ولكن استهدفنا محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس وهو أيضاً أحد القيادات التي تقود الحرب على إسرائيل من مكان في المبنى عملياً هذا مبنى دبلوماسي أو لا صحيح القنصلية هي مبنى دبلوماسي أو لا هم استهدفوا مبنى دبلوماسي في حصانة دبلوماسية عملياً لم تعود هناك للسفارات والمبنى الدبلوماسية الإسرائيلية أي حصانة بالنسبة لإيران وإيراني حق لها أن تستهدفها عملياً هذا طيب دكتور عمال نعم يعني قانونياً حينما يعتدي أي طرف على مبنى دبلوماسي والذي يتمتع بحصانة دبلوماسية دولية هذا الاعتداء ما الذي يترتب عليه في العرف الدولي؟ على كل حال الأمم المتحدة يعني المجلس الأمن الدولي يجب أن يضع عقوبات على الدولة التي قامت بهذا العمل والدولة التي ساندت هذا العمل أو أعطت الأسلحة لكي يقوم بهذا العمل يعني هنا الولايات المتحدة أيضاً هي شريكة في هذا الموضوع ليس فقط إسرائيل يعني لأن الأسلحة التي تم استخدامها هي أسلحة أمريكية إسرائيل تتعدى على القوانين الدولية بغطاء أمريكي وبمضلة أمريكية يعني لولا الولايات المتحدة أمنت الغطاء السياسي لإسرائيل كي تتعدى على القوانين الدولية في غزة وفي الأماكن الأخرى لما تجرأت إسرائيل أن تقوم بهذا العمل وتستهدف مبنى دبلوماسي بشكل مباشر وبشكل علني وعملياً يجب حتى مجلس الأمن أن يتخذ قراراً حتى بالنسبة للولايات المتحدة وتصرفاتها أنا لا أتصور يعني عملية مجلس الأمن لديه القدرة أو الجرأة كي يتصرف تجاه الولايات المتحدة ولكن بالنسبة لإسرائيل بالتأكيد لديه هذه القدرة إذا لم يتخذ هكذا القرار فهذا يعني فتح الباب أمام استهداف المباني الدبلوماسية لكل الدول المتخاصمة أينما كانت يعني أنا أعطيك مثالاً إيران والعراق كان لديهم حرب لمدة ثمانية أهوات ولكن السفارة الإيرانية في بغداد كانت تعمل والسفارة العراقية في تهران كانت تعمل ولم تتعدى ولم تقصف إيران أو تفجر السفارة العراقية أو لم يفجر السفارة الإيرانية في بغداد أبقى معي دكتور عماد فقط تنوه لهذه الصورة التي نراها هذه الصورة لمحمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس والذي استهدفته إسرائيل اليوم حسب هيئة البث الإسرائيلية نشاهد على يسار الشاشة صورة لمحمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس كما نشاهده الآن وبالتالي هذه آخر الأنباء التي وصلتنا حول هذه العملية التي استهدفت مبنى مقر إقامة القنصل في العاصمة السورية دمشق وأيضا في يمين الشاشة نشاهد كيف هناك حطام جراء التفجير الذي حصل بضربات جوية إسرائيلية حول هذا المكان طبعا الجيش الإسرائيلي يقول بأنه انتظر مغادرة القنصل الإيراني ليستهدف محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس ينضم إلينا الآن من بمشق الكاتب والباحث طالب إبراهيم أستاذ طالب مرحبا بك معنا نحن نعلق على هذه المعلومات ارتفاع عدد القتلى إلى ثمانية حسب المرصد السوري وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأنها استهدفت محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس ما تعليقك على كل هذه التطورات أولا أتحية لكم ولمشاهديكم ومستمعيكم هؤلاء شهداء سيدي أرجو أن نستخدم هذه العبارة كل من تقتله إسرائيل فهو شهيد أي شخص يقتل بأيدي هؤلاء قتلت الأنبياء والصديقين قتلت أطفال غزة طهو الشهيد أتمنى أن نحترم العائلات وأن نحترم شهر رمضان وأن نحترم هذه الأيام ما نغير بالتوسطات أرجوكم لا أسمح لي أستاذ طالب نحن نتحدث عن عملية اغتيال عملية قتل وهذا وصف طبيعي لما حدث فضل لك الحق في أن توصف ما تشاء فضل نعم أولا هذا من العدوان الإسرائيلي والصهيوني المستمر على أمتنا العربية والإسلامية هذا استمرار للمجازر الصهيونية التي ترتكب منذ قبل عدوان 48 منذ السلاسينيات منذ العشرينيات وحتى الآن هذا ليس جديد ولكن هذه المرة يأخذ العدوان بعدا جديدا فيه درجة عالية من الوقاحة ومن الغطرصة ومن الغرور الإسرائيلي وأعتقد أن هذه الضربة تختلف ربما في استهداف السفارة الإيرانية بصورة مباشرة وهذا يعني استهداف الأراضي الإيرانية واستهداف إيران كدولة وكممثلية سياسية إضافة إلى استهداف الدور الإيراني مضافا على كل ذلك واستهداف العاصمة دمشق قلب العروبة النابض وفي وضح النهار العدوان أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين كما أعتقد لأن المكان مقتص بالمرور والضربة كانت قوية جدا وهي كانت تصادفت مع وقت خروج من العمل وكان الانفجار رهيبا جدا وأعتقد أن هناك أعداد كبيرة من الشهداء هناك إصابات كبيرة في صفوف المدنيين والمرة السوريين إسرائيل لديها العربي الجيد هو العربي الميت العربي المقتول العربي الذي لا تنبض فيه روح هذا هو التعليق الأول على هذا العمل الجمال من قبل إسرائيل وأعتقد أنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الأعمال يجب أن لا تترك سوريا مفتوحة لهذا العدو كيفعل بها ما يشاء وما يريد هذه عملية مختلفة أستاذ طالب يعني الآن هذه المرة تستهدف مقر قنصل السفير أو مقر القنصل وبالتالي هناك قانون ناظم لحماية البعتات الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا لعام 1961 ما الذي يترتب برأيك على هذه الضربة الإسرائيلية الآن أعتقد الذي لم يتورى عن سهداف مشفى الشفاء بغزة وباقي المشافي لا يترس لا بالقانون الدولي ولا بالقانون الأخلاقي نحن أمام كيان إرهابي وصفي أمام حالة إرهاب منظم تقوده عصابة لا تختلف لا يختلف نتنياهو عن منح بيجم وعن شامير الذي كان مطلوب حيا أو ميتا وكما رفع بطاقته وزير خارجية سوريا السابق طاروق الشارع أعتقد أنه يترتب الآن رد من قبل المجتمع الدولي إذا كان هناك مجتمع دولي أو كان هناك رأي عام دولي ولكن لهم يترتب على هذا العدوان كما أعتقد ويجب أن يكون هناك رد قوي وكبير جدا من قبل أطراف محور المقاومة وعلى لخص إيران التي استهدفت أراضيها التي استهدفت أبناؤها باستمرار في سوريا وفي غير سوريا وبالتالي يجب أن يكون هناك ردود مختلفة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني مباشر وعلى الصعيد العسكري هذه المرة يجب أن لا تمر على الأطلاق وأن لا يكون هناك عبارات من باب الاحتفاظ بحق الرد أو خلاف زي لأن كما ذكرنا الضربة ليست فقط مختلفة لا في التوقيت ولا في الاستهداف ولكن هذه الضربة تعبر عن عدم اكتر فلا بالقانون الدولي ولا بالقانون الإنساني ولا بحياة سوريين ولا بحياة الإيرانيين هذه الضربة تشير بكل بساطة أن بجانبنا وحش إرهابي قاتل متعطش للدماء اسم هذا الوحش الكيان بعنصور السوريوني المسمى إسرائيل شكرا لك الكاتب والبحث طالب إبراهيم كنت معنا من دمشق نذكر فقط مشاهدين بهذا الخبر الذي يرد على الشاشة هيئة البتل الإسرائيلية تتحدث على أن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس كما نشاهده على يسار الشاشة وكالة الأنباء السورية تقول بأن مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق دمر بالكامل وأنباء عن قتلى ومصابين وكانت تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر مسؤولة تتحدث عن خمسة قتلى في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق قدن وسائل إعلام سورية تتحدث على أن المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني ومقتل إصابة عدة أشخاص هذه تطورات لافتة هذا المساء أعود للدكتور عماد أبشناس دكتور عماد كان ضيفي طالب يتحدث على أن يجب الانتقال من هذه المرحلة إلى ردة فعل ما وعدم الاكتفاء بالاحتفاظ بحق الرد ما الرد المتوقع برأيك في الأيام القادمة على هذه العملية أنا لا أتصور أن إيران سوف تحتفظ بحق الرد بل سوف ترد ولكن كيف وأين طبعا هذا العالم لا أحد به عمليا المسؤولين الأبنيين والعسكريين والسياسيين هم الذين يقررون كيف وأين يردون ولكن عادة إيران ترد بالمسل إذا ما تم استهداف مقر عسكري لإيران أو زباط عسكريين أو أمنيين إيران تقوم أيضا باستهداف عسكريين وأمنيين إسرائيليين أو منهم ضلعون في هذه العملية مثل ما حصل في عمليات البرج 28 أو في أربيل في العراق يعني مقرات الموسات أو الاستخبارات الإسرائيلية والأملكية الذين كانوا ضلعين في عمليات الإسرائيل تم استهدافهم ولكن لا يوجد هناك أسماء بارزة حتى الآن يا دكتور عماد حتى نتدخل معك في هذا الحوار لا يوجد أسماء واضحة دقيقة ضربات قوية مثل ما تفعله إسرائيل وهذا الذي يجعل الكثير يتساءلون عن سر هذا الرد الخجول يعني الفارق هو أن إسرائيل تخفي أسماء قتلاها والولايات المتحدة نفس الشيء ولكن بالنسبة لإيران لأن موضوع الشهادة هو موضوع مقدس وهم يريدون أن يحتفوا بالشهاداء عمليا يعلنون عن شهادائهم هذا الفارق ولهذا تسمعون أسماء الشهاداء الإيرانيين ولكن لا تسمعون أسماء القتل الأمريكيين أو الإسرائيليين لأن الحكومات الأمريكية والإسرائيلية لا تريد أن تنشر هذه الأسماء طيب كيف برأيك سينعكس هذا الهجوم على الوضع الإقليمي دكتور عماد يعني عمليا أتصور أن اليوم ما يريده نتنياهو هو إثارة الفوضى والحرب في المنطقة وأنا أتصور أن إيران سوف تحاول أن تستمر في سياستها السابقة وهو الانتظار حتى أن تكون اللحظة المناسبة لإيران والحلفاء لمواجهة إسرائيل وليس اللحظة التي يريدها طبعا نتنياهو بهذا العمل أراد أن يجر إيران إلى هذا الحرب وحلفاء إيران إلى هذه الحرب ويعلم جميلا أن إيران أسلت كميات ضخمة جدا من الأسلحات خلال الستة أشهر الأخيرة ونوعية إلى حلفائها في المنطقة وعمليا يريدون من إيران وحلفاء إيران كي يكشفوا ما لديهم ولكن حتى استكمال إلى ما أردنا أن نقول الإمكانات اللازمة للبدء في هذه العملية لا أتصور أن إيران أو حلفاء إيران سوف ينجرون لما يريده نتنياهو نذكر فقط أيضا بهذا الخبر حسب وسائل الإعلام الإيرانية مقتل العميد هي تعترف طهران بمقتل العميد محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس في الهجوم الإسرائيلي بدمشق هل لدينا أي معلومات حول محمد رضا زاهدي من يكون؟ عفوا سؤال لي نعم لك لك سؤال هل لدينا معلومات حول هذه الشخصية؟ بالنسبة لي محمد رضا زاهدي عمليا هو كان أحد قائد القوات البرية للحرس التوضي وعمل لمدة في سلاح الجو الإيراني ثم انضم إلى فيلق القدس هذا تقريبا أكثر ما يعلمه الجميع عنه وقبل ذلك طبعا هو في الحرب الإيرانية العرقية كان من أحد الجرحى في هذه الحرب العرقية الإيرانية إذن نحن نتحدث عن شخصية كبيرة قتلت اليوم أو تم اغتيالها من قبل الضربات الإسرائيلية وبالتالي هذا حدث كبير هو برتبة لواء نعم نعم هو برتبة لواء يعني عمليا هو برتبة كبيرة جدا ليس برتبة صغيرة نعم ما حجم هذا الأثر يعني الآن نتحدث عن شخصيات كثيرة تم اغتيالها على يد إسرائيل في الآوينة الأخيرة ما حجم الضربات التي تتلقها إيران برأيك؟ عمليا بالنسبة لإيران أنا أستطيع أن أقول لك أضاعها في سياق مصارعين يقصان أمام بعضهم البعض أحد المصارعين لديه القدرة على تحمل ضربات كبيرة وهو ينتظر الطرف المقابل كي يتعب وثم يواجه له الضربة هنا المصارع الأكبر هو إيران الذي تستطيع أن تتحمل هذه الضربات ولكن في الوقت الذي تراه إيران مناسبا لتوجيه الضربات لإسرائيل عندها يجب أن نرى هل ستتحمل إسرائيل الضربات الإيرانية أو لا؟ طيب يعني كما تقول بأن إيران تتحمل الصبر أكثر من إسرائيل إذن طيب دعني أعطي فقط نبذة بشكل كبير جدا يعني عمليا هذه العمليات الإختيال التي تقوم بها إسرائيل لن تؤثر على القدرات العسكرية الإيرانية أو حتى الحرس الطوري الإيراني يعني أكثر شخصية لربما نفوزا وقدرة في فيلق القدس كان الشهيد سليماني ورأينا أنه بعد اختياله ببضع ساعات تم تعيين اللواء القائمي بدلاً عنه يعني الساعة 2 استشهد الشهيد سليماني يعني الساعة 6 صباحاً كان خليفته على الكرسي إذن إيران لديها القدرة على إحلال مكان شخص ما بشخصية أخرى دعني أذكر بهذه الشخصية هذا القياد محمد رضا زاهدي الذي اغتيل في غارة المزة اليوم زاهدي هو أحد أكبر القادة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شغل منصب نائب رئيس عمليات الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى توليه قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس الثوري وكان قد شارك في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية وكذلك في الحرب في سوريا يعرف زاهدي أيضاً باسم حسن مهدوي وهو قائد قوات 2000 التابع لمكتب مساعدات لبنان 2250 في دمشق وهيئة البث الإسرائيلية تتحدث اليوم على أن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة القنص الإيراني واستهدف محمد رضا زاهدي القياد في فيلق القدس أيضاً هذه معلومات أخرى أوردتها إداعة الجيش بأن الجيش الإسرائيلي بأن محمد رضا زاهدي ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب بل هو أيضاً رجل مخضرم جداً ويبلغ من العمر 79 عاماً تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري وشغل عدد من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية نستطيع القول دكتور عماد أبشناس أنه هذا ثاني أكبر شخصية تغتال بعد قاسم سليماني ليس كذلك؟ لا ليس كذلك يعني عملياً هو ترطبياً كان بمصطوى مساعد قلت القاني أعملياً هذه الثمات التي أوردتها الإداءة الإسرائيلية هي ضخمة من من رتبته ولكن تتطابق إلى حد كبير على ما قلت نعم هو بقارئ نعم ولكنه لم يكن قائد مثلاً بهذه السمات الكبرى ولكن عملياً هو كان برتبة مساعد قائد فيلق القدس طبعاً لا يصل إلى مستوى مساعد ولكنه طبعاً شخصية كبيرة جداً لا يمكن أن ننكو ذلك الأمر ليس موضوعاً يمكن إنكاره إذن دكتور عماد أيضاً فيما يتعلق بالتسخين الذي كانت إسرائيل تبحث عنه منذ مدة يعني هي تريد أن تدخل برياً إلى لبنان كان هناك تلويح لعدد من القيادات الإسرائيلية بأن صبرها نفد ويجب أن تلجم حزب الله في هذه المعركة هل تعتقد بأننا نقترب من الحرب الأوسع الآن؟ في الواقع إسرائيل تريد ذلك عملياً إيران وحزب الله وحلفاء إيران لا يريدون ذلك ويتجنبون ذلك ولكن طبعاً إذا ما فرضت الحرب عليهم الأمر سوف يختلف يعني هناك فارق بين أن تقوم إسرائيل ببدء الحرب أو تقوم إيران وحلفاء إيران يقومون ببدء الحرب خاصة بالنسبة للظروف الموجودة مثلاً في لبنان أو حتى سوريا الظروف الداخلية الموجودة الجو العام لا يقبل أن يبدأ حزب الله حرباً أو الجو العام في سوريا لا يسمح بأن تبدأ سوريا حرباً ولكن إذا ما فرضت حرب على سوريا أو لبنان الظروف كلها سوف تتغير وقيام إسرائيل بمهاجمة سوريا أو لبنان سوف يغير كل المعادلات يعني الظروف كلها سوف تتغير وعندها من ربما نرى تحركات وتصارفات أخرى من إيران وحلفاء إيران في المنطقة دكتور عماد أيضاً هناك سؤال يطرح كثيراً في الآوينة الأخيرة يعني كيف نفسر سهولة وصول إسرائيل لتحركات هذه القيادات يعني أكثر من مرة يتم فيها ضربات وتكون ضربات الإسرائيلية دقيقة كيف تفسرون سهولة وصول إسرائيل لكل هذه الشخصيات للأسف هناك اختراقات أمنية كبيرة في سوريا و لبنان أمنياً سوريا و لبنان مخترقون بشكل كبير جداً أمنياً واستخباراتياً ولحتى الآن يعني عملياً كل هذه العمليات تتم عبر معلومات استخباراتية مؤكدة يعني عملياً بسبب هذا الاختراق الكبير الموجود في سوريا و لبنان أن تستطيع إسرائيل أن تحصل على معلومات عن تحركات القادة الإيرانيين أو قادة حلثاء إيران في سوريا و لبنان كيف يتم هذا الاختراق؟ عبر الأجهزة الأمنية الاستخباراتية يعني هم يدفعون للعملاء والجواسيس طبعاً المال يدفع لكل شيء يعني هناك الذين يبيعون ضميرهم يبيعون بلادهم يبيعون كل شيء من أجل المال وهم يدفعون الإسرائيلي يدفع لهم و هناك منهم متعاونون مع إسرائيل بسبب أنهم لديهم عداء تجاه إيران أو عداء تجاه حزب الله أو عداء تجاه الحكومة السورية يتعاملون مع إسرائيل هم عملاء لإسرائيل يعني يعطون المعلومات الاستخباراتية التي تحتاجها إسرائيل في هذا السياس يعني إيران طالما تباهت بقدرتها على تطوير الصواريخ الدقيقة وما إلى ذلك كيف نفسر عجزها عن حماية قياداتها على الأرض؟ للأسف المشكلة الأكبر فيما بين القيادات العسكرية لإيران أو خلفاء إيران أنهم يسهنون بالإجراءات الأمنية وهم لا يقومون بتنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة ويتصورون إنهم إذا ما استشهدوا سوف يصلون إلى ما يبهونه عمليا لا يبهون للتعليمات الأمنية عالميا ومعنويا الضربات العسكرية هي تؤثر على إيران أكثر من ما تؤثر على الذين يستشهدون يعني عمليا الذي يستشهد هو ما يبتغيه هو أن يصل إلى هذا ولكن طبعا هناك تأثيرات معنوية وألمية هم لا يفكرون بها نعم دكتور عماد في تطور الآن تلفزيون الرسم الإيراني يعلن مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وهذا تطور ربما يضاف لسلسلة هذه العواجل التي كنا نتبحها منذ لحظات إذن هناك عدة دبلوماسيين إيرانيين نحن نتحدث الآن عن ضربة على القنصلية الإيرانية وإنما أيضا مقتل عدد من الدبلوماسيين باختصال لو سمح تعليق نعم وهذا يعني أنه وهذا ما كنت أقوله يعني مبنى دبلوماسي تم استهدافه قنصلية ومنزل السفير بالتأكيد هناك دبلوماسيين حاضرون وهذه الحجة التي استخدمتها الإزاعة الإسرائيلية بأنه انتظروا القنصل كي يخرج وثم قاموا بعملية الإخضيال هذه الحجة وهي عمليا هناك بالتأكيد دبلوماسيين موجودون هناك وعمليا هذا يعني أن كل الدبلوماسيين الإسرائيليين باتوا أهدافا مشروعا لإيران في كل العالم شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشاناس شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات